بينضم لقلنا الباحث بالشوق الاقتصادية زياد ناصر دين أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يعني بعرف المواضيع كتير متشاعبة الموازنة ملعبك بس قبل ما فوض بموضوع الموازنة لأنه يمكن صار منحكى عنه كتير مع العلم فيه كتير مفاجآت رح نحكي فيها من المستجد الأساسي يلي حضرتك اطرقت له بتغريدة اليوم والأسبوع الماضي كنت أشرت وألمحت إلى أمر يحصل بموضوع ترسيم الحدود أمر هوكشتاين حضر للبنان مبارح كان له حكي عالي الثقف جدا هل حمل طرحا ما الموفد أو الوسيط الأمريكي يلي سألت إذا هو عادل ونزيه اليوم وليش قال زياد ناصر الدين عن أنه اليوم بدل التفاوض على الخط 29 أو 23 بلاس نحن نتفاوض على هف بلاس شو اللي صاير بملف الترسيم يعني أول شي شكرا على الاستضافة تحياتي إلي كل جمهور الأو تيفي اليوم المبارح شاف رائع بالواقع كيف عم بيصير نحن هذا الملف من بدايته لليوم عم نطلع دايما عكل التفاصيل إجا أكتر من موفد أمريكاني وغادرنا أكتر من موفد أمريكاني ولكن كلهم كانوا يجوا ويرجعوا لنفس الطرح خط هف وبين طرح كان دايما بالأعلام توجه معين وبنرجع لنفس التوجه خط هف وما أنه كان شي بالصدفة اللي عم بيصير لأنه صار فيه أكتر من مرحلي حتى ما نفوت بالسابق شو كان عم بيصير رح ندخل ضغري حاليا نحن لما نحكي عن الثروة البحرية عم نحكي عن 22 ألف كيلومتر موجودين هني بالبحر غير اليابسي يعني ضعفين اليابسي بلبنان هاي حدود بحرية للبنان وبالتالي عم نحكي بمنطقة بسواحل شرق المتوسط سواحل شرق المتوسط اليوم هي واقع جديد لصراع على مصادر الطاقة بيدخل فيه التركي ممير واليونان وأبروس والمصري والعدو الإسرائيلي وفيه لبنان وفيه سوريا وفيه أمريكا وفيه روسيا والتالي هاي المنطقة كلها فيها مشاكل ترسيم حدود لكن ما عم بيكون فيه تعاطي بموضوع ترسيم الحدود وتوقيف ملف النفط والغاز إلا في لبنان لماذا؟ أولا من سوق حظ لبنان أنه جاي عند العدو الإسرائيلي هذا أول نمط بالبعد السياسي أما بالبعد التقني المنطقة لما كان فيه مصحات بكل سواحل متوسط تتبين أنه هذه المنطقة تختزم 122 تريليون قدم مكعب من الغاز بعد ما صارت اكتشافات بسواحل متوسط تتبين أنه فيه 30 بمصر 17 عند العدو الإسرائيلي و12 بأبروس باقي الكمية اللي هي قد تصل إلى 66 تريليون قدم مكعب يقدر أنه موجود الأسم الأكبر منه بلبنان وجزء بسوريا وهذا قالت عنه شركة PGS الناروجي هي حكيت عن هذا الموضوع وهي من أهم الشركات التي تعمل مصحات وأن عملت مصحات ثري دايمانشن وهم لما كان بحكومة رئيس الحريري الثاني بوزارة الطاقة كان فيه هيئة إدارة البترول لما اشتغلوا بهذا الموضوع اشتغلوا على مصحات الثري دايمانشن بينما المنطقة المحيطة فينا كل عام لمصحات الثري دايمانشن وهذا اللي عم بأكد أنه فيه مكامل مهمة للغاز والنفط المكامل المهمة للغاز عم تقدر أنه قد تصل إلى 35 تريليون قدم مكعب أو 40 تريليون قدم مكعب وهذا يعني أنه توازي مصر والسواحل الموجودة في فلسطين المحتلة وأبروس مجموعة إضافة لمليار و800 مليون برميل من النفط كمان هذا بيساعد لمطرح تاني وهذا الواقع عم بيخلي أنه المنطقة المعتدة عليها من قبل العدو الإسرائيل هذا ما نحكي من منطقة معتدة عليها هني فعليا دخلوا على منطقة مساحتها 863 كيلومتر مربع لهم دخلت على النقطة رقم واحد بدك تشوف الصورة أزعى هلا أس بس حطولنا أين نشرحها هذه بالخط رقم واحد لهذا المنطقة اللي تم الاعتداء عليها بالنقطة 23 هي فعليا العدو الإسرائيلي قبل سنة 2008 كان بيعتبر أنه حدوده البحرية بالنقطة 23 ما كان بيعتبرها بالنقطة واحد بس كان عم يعتبر أنه النقطة 23 بناء على ترسيمه هو مش بناء على الحقيقة اليوم اللي بتبين أنه فيه واقع جديد بالترسيم أصبت من خلال المكتب البريطاني اللي قال أنه الترسيم بيوصل للنقطة 29 حقيقة بلبنان من دون احتساب خط الوسط اللي نحن نحكي عنه وبنفس الوقت أنه هذه المنطقة خليني تضل بين النقطة 21 و23 هون صار فيه اتفاق أو خديعة عرفت بالخديعة مع قبرص وبهذاك الوقت سنة 2007 بوقت حكومة فؤاد السنة صحيح 100% وبالتالي ومن بعد منا تم أنه اكتشاف هذا الموضوع وصار فيه اتفاق منفرد بين العدو الإسرائيلي وأبرص على النقطة رقم واحد وبالتالي صار فيه اعتداء على 863 كم اللي هني بيشملوا بلوكين بلوك رقم 9 والبلوك رقم 8 بلوك رقم 9 نحكي ب 1453 كم مربع اللي هي مساحته ونفس المساحة موجودة ببلوك رقم 8 هذه المنطقة لما كان عم يحكي عم ينحكى بوسائل أعلام الإسرائيلية كانت تقول أن هذه المنطقة تحتوي على مقيمته يقدر بـ 96 لـ 100 مليار دولار اليوم الكلام الجديد أن هذه المنطقة قد تحتوي 200 مليار دولار من النفط والغسط بعد ذلك الوقت صار فيه الاكتشافات بكل المنطقة المفاجأة كانت أنه لما انحكى بالخطوط بس كان فيه تفاوض اللي صار بالنقورة والتفاوض الغير مباشر اللي كان عم يصير برعاية مفترض أنه الأمم المتحدة ووسيط أمريكي والذي إذا اعتبرنا هو مكان طرف كان عم يتبين أنه قدر يثبت الجيش اللبناني أنه الخط 29 هو خط من حق لبنان طبعا ليه؟ معطيات ترتبط بعدم احتساب تأثير خط الوسط بمعنى فيه جزيرة موجودة اليوم هي من جزيرة هي صخرة وهي تعتبر إذا غير مأهولي بالسكان ما بتعتبر ضمن الترسيم وقتها ما لا الترسيم أنه يضحكوا على اللبنانيين لأنه الاعتبارات أنه لبنان لما كان عم يفاوض هو فعليا ما عم يعتمد على النقاط القوى اللي عنده برايح لبنان كان كأنه عم بيقول أنه أنا عم يتعطى معه كسلطة يعني فيه انفصال بهذا الموضوع كان فيه جزء أن السلطة عم يتعطى أنه هو مسلم أنه هو ضعيف شفيه جزء تاني عم يقول أنا ما بدي سلم بس صار فيه خلافات سياسية بناتهم هلا نرجع للنقطة لما صار فيه التفاوض تتبين أنه بناء على معاهدة كوليان يوكم ومعاهدة ترسيم بقانون البحار بترسيم البحار بالجزء الأساسي والمعاهدات الدولية كان عم تتبين أنه ضمن هذه الدراسات فعليا إذا ما ناخد الواقع الترسيم بيتبين أنه اللبناني بيقدر يحصل على الخط 29 بترسيم متعرج إلى ترسيم أفقي بيصير بالأحدود وهذا أصبح جزء معترف فيه دوليا مش معترف فيه داخليا هلا الفكرة وين واللي عزز هايدي المقولة أنه قال أنه لبنان له الجزء الأكبر نحكي الموضوع بواقعه الحقيقي أنه صار فيه خلاف بين سوماليا وكينيا وبالتالي محكمة العدل الدولي اجت أقرت بهذا الحكم أقرت حقوق وأقرت أنه خلال بهذا الترسيم وبهذا الخلاف اجت قالت أنه ما في تأثير لهاء الجزر ولا تأثير لخط الوسط وبالتالي آخر قرار بيصدر عن المحكمة هو بيصير يتبع بكل الترسيم الحدود البحرية بأي إشكالية عم بتصير بأي دولة بالعالم يعني يلي يفترض أن يتبعنا ناوله هو هذا المفترض هلا إذا رجعنا رحنا نحن للإيمان المالي المشروع صار عم ياخد تضارب كبير بالليه اعتبارات عدية أولا أنه اليوم العدو الإسرائيلي صار مستعجل يعني نحن عم نشوف اليوم كترة الأمور فيه أكتر من بعض بهذا الموضوع في بعض عم يستعمل ضغط سياسي اقتصادي على لبنان بهذا الشأن أنه أنتوا عندكم وضع اقتصادي سلموا وعطونا نحن البدنيات وذكرنا مباري حوكشتاين بموضوع الكهرباء تحديدا يلي يبدو خلافا للي كان متعرف عليه أنه هن يعطي الضمانات لمصر والأردن بموضوع الغاز والكهرباء هلأ منرجع لها بعد شوي يعني يبدو كمان في عليا لا بعدها مش كتير واضحة صحيح فإجانا الأول شي أنه نحن بدنا هذا الخط أنه نحن بدنا عطونا تحت الضغط الاقتصادي أنه تنازل هاي أول نقطة النقطة الثانية عمين قال أنه كنا منتذكر أنه لما توتال بالبلوكرام أربعة تقرير بعد اليوم ما اكتمل وبالتالي هي رجعت آلت بمرحلة لاحقة أنه هي أنه تم الحفر بمكان مش هو المكان المطلوب وبالتالي ممكن نحفر بأماكن تانية تعطينا النتائج المطلوبة صحيح ولازم نرجع كمان للخرائد اللي كانت محطوطة بالوقت السابق كانت بتقوله أنه هني كان يلزم يحفروا بغير مكان هيدا مع العلم من مرة مع الرئيس عون لما قال أنه تلقى اتصال يعني هذه الحالة كيف يتثبت أنه في إشكالية بهذه البقرة في إشكالية طبعا لأنه طلب منهم طلب منهم أن ينسحوا من هذا الموضوع طيب رحنا للنقطة الأهم على المستوى المالي بعد المناقشات العميقة اللي صارت في الخط 29 هو اليوم عالة بس بك تروحي على تفاوض بدك تطلبي بالجزء الأكبر لتقدر يتحصلي على الجزء المطلوب في مرسوم كان موجود 643 موجود بمجلس الأمن صار في رسالة أرسلت إلى مجلس الأمن عبر العدو الإسرائيلي بيقول فيها أنه أنه لا يحق التنقيب أو أي عمل في حق الكريش ورايح أكتر على المنطقة اللي هي بين الخط 23 و 29 لعدة اعتبارات اليوم هني عم يعمدون استثمار بحفار موجود بسنجافور بدوا بعد شهر بيخلص ولازم يستلم ويجي على المنطقة واني بيرسمهم أنه لازم يشتغل بهذه المنطقة بحق الكريش وبجزء من حق القانون وإذا ما إجاب بمهلة هذه الشهر بتطير وبيصير فيه تأخير أكتر لا إذا الرسالة اللي أرسلت من لبنان كانت بتروح إجت بتوقيت تقول لا نحنا بدنا نتفاوض على الخط 29 هلأ ما تعدل المرسوم بالأمم المتحدة بس هلأ فيه نقطة بتروح أنه لتعديل المرسوم هلأ نقطة الضعف وين اللي صارت لنحكيها بوضوح هلأ اليوم نحنا بمرحلة ما بعرف إذا فينا نقول لأنه وصلنا لنهاية العهد وإذا الحكومة أكيدا الموجودة ما حتروح بإنه تمضي لتاخد تعديل على 29 بعتقد كان لازم يوم مضى هذا المرسوم وقت حكومة الرئيس حسن دي يعني لما تم الموافع يمكن كنا كسبنا وقت كتير مهم بهذا الموضوع هلأ بس كنا ما كنا رايحين على هذا القدر يمكن من المواجهة خلينا نقول الظروف مختلفة بس بعتقد بوقتها كان أفضل لو مضى بوقتها كان فعلا اليوم كريش كنا معاش عم نحكي 23 عم نحكي اليوم 23 وإذا بدك أكتر بين 26 29 يعني كنا عم نروح أبعد 26 بين 23 29 يعني بعد كان هذا الخط الأحمر الممتد من بلوك 9 إلى الداخل وبيعتبر حق القانا وال26 بيجي بهذه الطريقة متعرج بياخد حق القانا وبيضمنوا للبنان بيضمن حق القانا كاملة للبنان وحق الكريش كاملة للإسرائيليين ولكن بيبقى فيه نزاع على مسألة بلوك 72 لأنه بيترك جزء من هيدا البلوك إذا بدون يعتمدوا 26 بلبنان هون النقطة وين أنه بلش ينوضع أفكار بهذا الموضوع أنا شو الأفكار أول فكرة طلعت أنه طب خلونا نعمل فكرة جديدة بيتبروها أنه من نعمل ترسيم على سطح البحر مختلف عن ترسيم قعر البحر بمعنى دكتور نصردين هيدا تحدثت عن الأسبوع الماضي وشوية بتخلق بلبلة كيف بدون عمل ترسيم على السطح شي وترسيم بالقعر شي تاني يعني بمعنى أنه على سطح البحر ما عاش بتصير مهمة إلنا 23 ولا إلنا هوف ولا إلنا 29 يعني أكود مش حيقوله 29 بس بدون يختار 26 23 بالحد الأقصى لأنه ما بدون يعتبروا أنه العدو أنه هنا في نقطة مهمة أنه ترسيم حدود مع إسرائيل اللي هي محتلة دولي وهي عم تختار بحدود يعني كمان هي نقطة مفاجأة لكن عم نحكي بمنطقة عم نقول أنه 23 حد أقصى وهيك ما بيبين أنه بإسرائيل أنه انه هزمت بترسيم الحدود ولبنان ما كتير أنه بيعطيها زيادة أهمية مع أنه هي أهمية طوان أنه هي ربط المسار البري والبحري وهون هذا بالترسيم هذا له تأثيرات كتير بين البر والبحر لأنه إذا منخسر على البر 5 كيلومتر بتخسرنا بالبحر 17 كيلومتر بالعرض وبتأدي عفوا 15 متر على البر بيخسرنا 17 كيلومتر بالبحر وبيؤدي إلى أنه نخسر 863 كيلومتر كمجمل فبهذا الحال تم طرح فكرة أنه نعملها بطريقة نعمل حدود على سطح البحر وبقعر البحر مننزل منحكي بتقاسم مشترك هلأ التقاسم المشترك بقعر البحر كان سابقا بمعنى كان مقابل كريش بس هون بتأخذ 26 متعرش كان بقعر البحر كان هاك يعني إذا فينا نقول نمي بالإعلان بس هي حقيقة حقيقة منها هاك حقيقة هي تبينت أنه بقعر البحر كسندوق مشترك وأنه بتكون بين 23 وخطف 23 وخطف يعني بلنا بعض يعني لأ رجعنا لجوه لجوه يعني رجعنا دخلنا لجوه المفاجئ هلأ اللي صار يعني صار فيه أكتر من موضوع مفاجئ البيان اللي صدر من قيادة الجيش لأنه قيادة الجيش كانت هي المعني الأول بالترسيم بتقول أنه هي بتوافق على الواقع السياسي وبالتالي هون أخشى أنه نكون أمام أنه 29 صار ورعنا ورعنا نقطة نقطة الثانية لأنه ما كان حدا يطالب فيه حقيقة إلا ما بعرف بعدين برئاسة الجمهورية بيرجع الاسرار على 29 ليس الاسرار على شي تاني هذا عرهن الوقت نقطة الثانية الخط ورعنا بدنا نشوف شو فيه بين إيدينا يعني عمليا بعده كتمان خلينا نقول إيجابة أكتر على الموضوع من دون مش عمين حكى بتفاصيل يعني صراحة منه كتير كتمان إيجابة دائما عم بيصير فيه واقع عم ينبس بأنه فيه شيء إيجابية نحن بقعر البحر ما فينا نطعط بالترسيم ما حناعرف عم بيصير تحت هاي نقطة النقطة التانية المكامل المشترك بقعر البحر رح تكون كتير كبير وبالتالي يمكن يكون فيه أكتر من حق المشترك شو نعمل بعدين ما من نكون عارفين النقطة التالتي اللي عم تأخذ علينا أنه أنتو تأخرتوا عشر سنين وهذا الكلام مش أنا عم قوله قالوا بمقابلتوا هوكشتين بالمقابلتين اي صح قال أنه أنتو تأخرتوا عشر سنين المناطق حواليكم كلها مرتاحة أنتو هلأ عم بتبلشوا من الصفر وأنتو راح عليكم كتير من الفرص طب هيدا هون بيخدنا لفكرة تانية هل نحنا تأخرنا ولا منعنا وطريقة تعاطي تطال معنا بيانت أنه منعنا ولا تأخرنا وأنه الخلافات اليوم بين بلوكرام 9 والبلوكرام 4 رغم أنا رأيي كان لازم نبلش من بلوكرام 9 لأنه بلوكرام 9 لا يمكن إخفاء دليل الغاز فيه مين يلي رفض يبلش توطال يلي رفض كان في خلاف سياسي بها دا كل وقت بس بلوكرام 9 كانوا خايفين من اعتداء إسرائيل لأنه اعتبروا منطقة متنازلة يعني حتى هن الشركات الأجنبية مسلمية كان في منطقة بالتصعة فيك تشتغلي فيها بالكبير بلوكرام 9 بس في نقطة مهمة بالبلوكرام 9 ما كان فيه نقوله ما فيه غاز طرفي ليه لأنه ما كان المشتركي مع فلسطين المحتلة وساعتها فيه شركات بدأ تيجي يهونيك تستثمير حيقولون للإسرائيل شو هم تكذبوا علينا هم تكذبوا علينا ليش بدنا نحط استثمار وإذا التوتال هي فبالتالي راحوا عملوا بالأربعة بالأربعة بنقطة الضعف بالخسرة الضعيفة باللبنان وللأسف وصلنا لهذه النتيجة هلأ اليوم ما نخشى منه كلام كان واضح بالمقابلة اللي صارت بالأمس أنه التفاوض هو بين الخط 21 و23 وما حدا بيقدر ياخد 100% وفيه اتفاق سائب قبل وقد يصير فيه تحسين بهذا الموضوع أنا حسب معلوماتي اللي بعرفه أنه قبل هذا الشيء من فترة طويلة من وقت ما وضع خط هوف أنه وضع فوق منه بين التسعين أو مية وعشرة كيلو متر الزيادة وهو يعتبر هوف بلاس وأنه هذا بيصوره أنه هو انتصار للبنان أنت بدلا ما تكونوا أخدوا 55% بتكونوا أخدوا 65% وهو نقطة الضعف مش من اتفاق بس شو من كون نخسرنا نخسرنا نص حق القناة ومن كون فتحنا مكامل مشتركة بيننا بين العدو الإسرائيلي وبيصير هو قد ييجي يبلش تنقيب وصحب قبلنا وياخد هذي يكون عم ياخد السروي ونحنا مش هنكون عارفين لأنه نحنا ممكن يوقعونا بمشكلة سياسية تانية وما زالت المشاكل السياسية لأنه هيدا واحد من الخيارات اللي بتعمل إنقاذ اقتصادي بلبنان فإذا نحنا أمام هذي المرحلة موضوع صندوق مشترك منه كتير زابط وراح يكون فيه رافض لقلو من جزء كبير من اللبنانية لأنه هيدا هيعتبر تطبيع وسمعنا يعني كلام واضح إنه أي شبه التطبيع بالموضوع هيدا ما حدا بيقبل فيه طيب والنقطة التانية بلش نحكى إنه ممكن تيجي الشركة أمريكية هالي بورتون لأنه هي عندها عندها مشروع إنه هالي بورتون تعتبر إنه هي قد تكون الحل بهالمنطقة المعتدى عليها بصر على مصطلح معتدى عليها لأنه هاي كلمة متنازع عليها مشتينة يعني كأنه نحن دولتان صحاب وعم نتعاطق هني عم يحتلوا بمنطقة ولو ما فيها أغراءات مالية ولو ما فيها إلا هدف استراتيجي مرتبط بإنبوب المتوسط اللي هلأ تم إنه غض النظر عنه لكن هيدا المنطقة هيدا صواحي المتوسط حالي واقع جديد بالغاز ما إنه واقع بس مرتبط يعني نحن بالنسبة لنا مرتبط بإنقاذ اقتصادنا بواقع تاني هو مرتبط بخيارات مالية واقتصادية وأسواق موجودة بأوروبا ودعم لعملات لأنه اليوم منشوف مثلا بين الصين وروسيا صار اتفاق عمدة 30 سنة بموضوع الغاز وبالتاني هناك خلاف بين الشرق والغرب واحد من مصادر الأساسية اللي بيحتاج لإلى الغرب واللي بيحتاج لإلى الشرق هو الغاز وأحد من الأمور اليوم اللي بدأت تخلي الدولار يكون عنده دعم كبير بمواجهة الإيوان الصيني أنه هو بيحتاج أن يكون الغاز يبقى بهذه العملة ونقطة تانية صار فيه تجمع موجود بمنظمة منتدى شرق المتوسط اللي هي عاملة مركزة بطل قبيب اللي هي كمان فيه حلم عند الإسرائيلية أنه اليوم يعملوا حلم أنه سيطرت على المنطع العربية من النيل الفرات اقتصاديا وبواقع مالي وينقال أنه تصير عاملة الغاز الشيكل هي عاملة الغاز والتحولات المصرفية والمالية بدأت تصير عبرها وأي حدا بديشتري غاز عبر هذا المنتدى وبتالي فيه مشاكل كتير نحنا بعدنا بالغاز والأمريكان هذه النقطة هذه النقطة صار نحنا عنا مشاكل كتير بهذا الموضوع وبتالي بس المفارئ صار الكلمة ترف دوليا بشكل مباشر وغير مباشر أنه لبنان يمتلك كمية كبيرة وبالتالي هذه الكمية الكبيرة إن لم تكن الكمية الأكبر بشار المتوسط صحية وبالتالي هذه الكمية هي أصبحت مطمئة الكل اللي بدوا إياها بس ما يستفيد منها لبنان هذا اللي بالصراع الموجود اليوم وهذا شيء اللي نعاش فيه آخر فترة لذلك نحنا رجعنا لمرحلة تحكي عن اتفاق الإطار لأن اتفاق الإطار بينطلق ليرجع حقوق للبنان قداش بيقدر يرجع من هذه الحقوق بيرجع لأنه أنت عم تعمل مواجهة مع حالي ضخمة رجعنا لنفس الموضوع إشاعة أجواء إيجابية وأنه لبنان رح يوقع حيوقع على شو وصار كل حد عم بيفصر هذه الجولة بتفسير خاص مع أنه كان عنده مقابلة واضحة يعني الأمور ما كتير بدى تفسير المقابلة كانت واضحة والأمور كانت واضحة أنه بين واحد وثلاثة وعشرين وفي صندوق مشترك رجعنا لموضوع أنه يجب أن يكون هناك شراكة وعم يعتبروا أنه خلي الشراكة تكون بين الشركات ليش بدأت تكون بين الدول هذا البدء بدأت توقف عنده هالي بيرتون عمليا أعطيت من حوالي أكتر شوية من سنة يمكن أو يعني ترخيص الحفر بالبلوك 72 خلينا نقول لش أعطيت هالي بيرتون أول شي كيف صارت القصة؟ لأنه هي عادة أنرجين اللي كانت حاصلة على الترخيص اليونينية فجأة شفنا شركة أمريكية تعطى ترخيص الحفر بهذا البلوك دعا وضح لك الموضوع شركة أنرجين انحطت بالتصنيف العالمي C- وقريبة من الـ وبالتالي المصارف العالمية معت تعطيها كرود للاستثمار بهذا المجال لأنه صارت تعتبر ضعيفة ويوحدة من المفارقات أنه الشركات اللي ادخلت عند العدو الإسرائيلي منها الشركات المهمة الشركات المهمة اشتعى لبنان بس نحن عملنا خطأ كبير لما جينا شكلنا كونسورتيوم حطينا فيه شركتان كتير كبار بدل من خليون هني يتنافسوا أننا حطيناهم مع بعض يعني عم نحكي تحديدا أني وطوتال ونوفا تاك روسي هون اللي بيحرك هيدا الموضوع بشكل كتير قوي ممكن الدخول الروسي على الخط للتلزيم لأنه هلأ فيه البلوكات مفتوحة هيدا قد يلعب دور كتير مهم يخلي سير فيه تسريع لهيدا الموضوع هلأ بيقولوا أنه قد يحصل نزاع روسي أمريكي على الموضوع أنا لليوم مش مبين أنه قد يحصل بس قد يخلي هيدا الموضوع يتسرع ويتقصم إذا بيه هذا الكونسورتيوم إذا بيه هذا الكونسورتيوم ليش رح يفرط مش واضح بعد أف هيدا جديدة مين اللي بدو يطلع من الكونسورتيوم نوفاتاك تاخد الخطوة لا مش نوفاتاك بس إذا استمر الواقع بهيدا الموضوع بالالفين واثنين وعشرين نحنا حكينا بالالفين واثنين وعشرين قلنا بالموازنات لطراحتها التوتال محطت على جدولة أنه في حفر بلبنان معناتا معناتا إذا استمر هذا الموضوع بالمماطلة هون لبنان بدو يشوف مصلحته وهن صاروا مؤخرين حوالي السنة كان مفروض لأنه شغال غريبي مصاني قالوا أنه كرمال كورونا نحنا بدنا نتأخر طب هلأ كورونا بس موجودة بلبنان يعني أخروا عطوا آخر مرحلة بلبنان لأنه قالوا نحنا ما حفينا نشتغل إلا بعد حل النزاع البحر أنه في لبنان عشر بلوكات يعني ربط الموضوع بالنزاع البحري بيقولك أن هذا ربط سياسي والربط السياسي عم بيخسرنا لعدة اعتبارات أول اعتبار إذا لبنان بيقول أنه فقط يعلن أنه لديه نفط وغاز هذا شو بيعني هذا بيعني أنه طلقائيا بيتحسن تصنيفك المالي عالميا والعملة تتحسن بشكل كتير كبير والانهيار اللي عم بيصير بيتفرمل وندخل لمرحلة الثقة جديدة بالبلد هيدا من دون ما نكون إخدين ولا أي خطوة تانية بس نقول أنه في غز نحن وهيدا الاستكشاف يعني نحن عم نطلب الاستكشاف بعد ما قلناش لا تنقيب ولا استخراج عم نحكي بعضنا بحص بمرحلة الاستكشاف هذا لذلك منقول أنه كمان في رسالة اجت من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن عم تعتبر أنه لبنان لازم يعمل خطة تعافي ويقر الموازني ويروح لموضوع من أجل الحصول على صندوق النقد الدولي والكلام مبارح بيأشر بيقول أنه لازم تحلوا هذا الموضوع لتجيكم أموال من صندوق النقد تفرق كتير إذا أنه نحن معنا غاز ورحين نفاوض صندوق النقد ورحين نفاوض صندوق النقد شروطنا لمصلحتنا إذا رحنا نحن ما عنا غاز رح يلنا أنتوا لعندكم كهرباء ولعندكم نقل ولعندكم ماي ولاعندكم شي وجيين اللي عندي على الأخير يعني هلأ بدك تلي مصلحتنا تأخير خطة التعافي لحد ما نشوف إذا بينحل هذا الموضوع نروح بخطة خطة التعافي أولا هي الخطأ الكبير فيها أنه بلشت بعكس الموازنة المفترض الموازنة تلح بناء على خطة التعافي صار الموضوع رح خوض بالتفاصيل بعد شوي بس خلينا نكمل بموضوع الترسيم طيب اليوم بالترسيم نقطة 29 كانت بتعطينا نقطة كتير قوية يمكن كان بتعودنا كتير من الخسائر اللي امرئنا فيها يعني كان مفروض الدولة اللبنانية أنه تعتبر 29 هو مصدر إنقاذ لأله الخوف أنه يصير يعني إذا بلشنا رضينا بـ 23 بين الواحد و23 وحتى بعدين إذا رضيوا بـ هوف بلاس رح يقولون لا بتكون هوف وبعدين منصير هوف مايمس هلأ هي هيدا بيعتبروا يمكن الأمير كان خرطوشة محروقة بس نحنا بعد ما قالنا أنه الخرطوشة احترقت صح نحنا عم نحذر لأنه نحذر من هالموضية لأنه هيدا حقوق بتتعلق بلبنان لما بكتير من الصحف بفلسطين المحتلة عند العدو الإسرائيلي عم بركزوا على الواقع المالي في رئيسة لجنة الطاقة تحولت إلى التحقيق بعد ما ذكرت أنه هذه المنطقة المعتدى عليها أنه قيمتها أكتر من 96 مليار دولار طيب ما كل هولي أرقام كبيرة طيب هذه أرقام كبيرة طيب هذه أرقام كبيرة نحن لماذا نخسرها اليوم اللي عم بيصير وما في رأي سياسي واحد مش صحيح مش صحيح أنه في موقف واحد أبدا ما في موقف واحد يعني في أكتر من موقف سياسي وأنا أخشى أنه في مواقف تنزلية يعني أنه لاي عم نتنازل ليش عم نتنازل لو مصنعت مين عم نتنازل في حدا جاي قلنا أنه قبلوا بهذا العرض لتاخدوا كمساعة كهرباء باستجرار كهرباء يعني في شي خاطئ كتير كبير بهذا الملف أنه بلش الابتزاز وهذا الابتزاز جاي بوقت فيه انتخابات نيابية وفيه تشكيل حكومة جديدة وفيه انتخابات رئاسية أنا أخشى أنه هذا الملف أنه تبين أنه هلأ صار الوقت المناسب ده نحكي فيه أكتر ده ينحصل فيه على تنازل هلأ هو عم ينحكى أنه هوكشتاين عم يحكي كمين بسقف زمني لا يتخطى نهاية أداة المقبل ده أنه كلمال الحفار اللي بده يوصل عند العدو الإسرائيلي والخطورة وان أنا كمان فيه شغلي بخاف منها أنه يكون عم يشتري وقت ليوصل الحفار ويبلش حفر ولما يبلش حفر خلص تعتبر انتهينا يعني ما عايش عم نحكي نحن 23 وننزول ونحنا ما عنا إمكانية لنجيب حفار يبلش حفر ب23 بلاس ب26 مثلا بآخر كان بس هون بدي روح على رجعنا على الربط السياسي كان كمان من المفارقات عشية وصول اللي حكي فيها بنقطتين كتير مهمين تفعيل السلاح الدفاع الجوي للمقاومة بالإضافة طبعا إلى يعني مسألة الصواريخ الدقيقة معروف موقف المقاومة بموضوع أنه ما رح تقبل بما يعني تطبيع أو تنسيق بموضوع السروي النفطية ولكن نقطتين يلي مرتبطين بالسلاح الجوي والصواريخ الدقيقة وكأن يقال كمان أنه اين تبهوا أنتوا عم بتهددونا بس أنتوا بطلتوا قادرين تعملوا شي هلأ أنا ما كتير نشاطر بالسياسي مثليك بس لأقلك شهر بهذا الموضوع رابط هذا الموضوع بأكد أنه بمعركة سيف القدس بحقل التمر طيارة مسيرة وقفت للشغل فيها هنيك يعني بمعنى أنه مش صحيح ما في إمكانية للدفاع عن الحقوق البحرية هلأ في موقف واضح من المقاومة أنه الشي اللي بتعترف فيه الدولي نحن بنعترف فيه لأنه هي من الأساس أنه بتعتبر أنه غير معنية بترسيم حدود صحيح ما بتعترف بحدود ونحن أنا بقولك أكتر ما بتعترف بإسرائيل أساسا صح فبالتالي اعتراف هذه نقطة مهمة والنقطة التانية أنه نحن عم نحكي بتثبيت حقوقنا نحن بدنا نسبت حقوقنا حقوقنا بالحد الأدنى الحد الأدنى لحقوقنا هي حق القانا الحد الأدنى وكل شي مشترك مع حق القانا أما اللي عم يطرح اليوم عم يطرح علينا جزء من حق القانا وبكل صراحة صراحة عم ينطرح أنه مش بالصدف ينطرح أنه الغاز مقابل الاقتصاد وفيه قيود على ملف الغاز في لبنان بكل سواحل المتوسط ما فيه قيود على ولا دولي بموضوع الغاز إلا بشكل أساسي على لبنان لأكتر من بعض منا في بعض متعلق أكيد بالمقاومة والبعض الثاني متعلق بالتطبيع مع إسرائيل بمنظمة الشرق المتوسط لأنه لبنان مصادف مصادف عنده موقع جغرافي بموقعه الجغرافي عنده قدرة للوصول إلى أوروبا والتحرك أسرع وكان عنده كان حطيلي يعني خطان تحت كان كان عنده قدرة مصرفية أقوى بكتير من القدرة المصرفية الموجودة بالدول اللي عاملي بالتحالف منظمة الشرق المتوسط وكان عنده كمان للأسف مرفع أهم بكتير من مرفقهم وبالتالي هو كلهم اتدمروا هو مش بالصدف بس بهايدا البدء إلاكي يعني أنت عم تخذنا لمطرح كأنه بدك تقول استاذياد ما بعد 17-20 المصاري اللي صار منه مسألة فقط عم بحكي بالبعض الاقتصادي أكيد ببعض السياسي المقاومة أكيد ببعضه الاستراتيجية شوفي لما وصل الرئيس عون على رئيسة الجمهورية أول شي عمله وهذا رح نذكره بكتاب قريبا رح يصدر عن الغاز بعد ساعتين مضى مرسوم مرسيم النفط والغاز صحيح بعد ساعتين وبالتالي هو كان بيعتبر أنه هاي ثروة الأجيل حتى ما نكون يعني نجي نكون نحنا نعطي كل حد حق فيك طارع ما يعتبر ثروة الأجيل لكن هذه الثروة كان جزء أساسي بيعتبر تعتبر الرئاسي أنه هي المشروع الأهم للبنان واللي هو بده يقوي دور لبنان قام تم تقويد هايزا الموضوع لإضعاف للأسف من الداخل قبل الخارج خاصة يعني لإضعاف مشروع الرئيس عون بموضوع اللي بيتعلق بالغاز وكان فيه نقاط ضعف بالتعاطي بهايزا الموضوع يعني كمان صار فيه نقاط ضعف بين البلوك رقم 4 بلوك رقم 9 كان لازم نبلش بالتسعة ما نبلش بالأربعة صار فيه نقاط ضعف باختيار الكونسورتيوم افتكرنا أنه لما بتجي شركتين كبار يعني نحنا حنكون لأواد بيان لأ هوا الشركتين لازم يكونوا عم يتنافسوا مع بعض مش لازم يكونوا مع بعض وبالنقطة الثالثة شططنا التفاوض كان مفروض يكون فيه رأي واحد بالتفاوض لو كان فيه رأي واحد بالتفاوض هذا كان أهم باتيد الوفد القادم ما عندي معلومات كتير لكن عندي تحليل حتى ما يعني عندي شبه معلومة سبيرة تحليل وداعة ببعض المعلومات لا 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 بس تحليل أنه قد يكون الوفد القادم يعني الوفد العسكري إذا ما بده يفاوض على التسعة وعشين ما عاد له معنى وكأنه بحكم الميت يعني انتهى الدور تعوله مين الوفد ما بعد العسكري ما بعرف إذا بده يكون وفد سياسي لأنه بلشنا نسمع أنه السلطة السياسية والاهتمام السياسي بالموضوع هذا كمان كان بده انتباه كتير لأنه هذا يعني بدخل لبنان بمشكلة نحن ما نحمل التفاوض مع العدو الإسرائيلي وما حدا يراهن ولا بيوم من الأيام أنه هذا البلد اللي عنده عشرات ألاف الشهداء واللي خل الإسرائيلي يطلع ركض ويعد مش للألف ما عاد يحلم يشوف كوابيس إذا قد يرجع للبنان ما فيك تيجي تقيله وبعد كل هالدمار اللي صار وكل هالتمن الكبير على مدى 30 سنين نجي نقول أنه فينا نعمل أي شيء يفتح باب أنه للتعاطي أنه الغير مباشر تمهيدا للتطبيع لا التطبيع بيسقط على الحدود اللبنانية صعب واللي بيعتبر أنه لا فيه تشاطر يعني بيكون عايش مش بأحلام اليقظة بيكونها مضحكة حالو صراحة الواقع بيقول هيك والحقيقة بتقول هيك حتى الجغرافية حتقول هيك بعدين على بعدنا عم نحكي نحن واقع حقيقة بس في شيء بالجغرافية ونقاط الأولى اللي نحن عم نقولها بلبنان أنه بتكون تتفاوضوا فيكن تروح تتفاوضوا وعندكن نقاط قوة كتير مهمة بنفس الطريقة اللي دهرت فيها إسرائيل من لبنان والعدو الإسرائيلي فل ونزعب من لبنان لا تطبق أرار دولية ولا من بنفس الأسلوب فيه كمان يعرف أنه في حدودك البحرية ما تقرب عليها وما تعرب ع حدودنا وما تسرق لنا طاقتنا هو كيان يعني هو عايش على سرقة عايش على السرقة وبالتالي أنه عنده مطمع كتير كبير عنده مطمع كتير كبير لذلك ما نخلص الخلاف السياسي في لبنان يخذنا على مطارح ما بتشبهنا لأنه بكل صراحة ندفع نحن التمن أقلهم نكون بموقف واحد بهذا لأنه نحن محتاجين شو يعني 200 مليار دولار يجونا من الغاز شو يعني نرجع نحن نعمل دور جديد لأنه بالغاز شو يعني نحن نكون هذا 200 مليار عدد تحكي قد ترجمته استثمارات خوالية نصل للأسواق لأوروبا ومنقدر نوصل قبل بيانة 13 سنة بهذا الملاف كان اليوم كان مفروض نكون بمطرح نعم نشتغل بهذا الموضوع كان عنا مدخول ما يقارب 30 إلى 35 مليار دولار صافي للدولة اللبنانية بيجي قبل أي شيء يعني هده موازنة لبنان على قد دا الموازنة جديدة مليارين دولار يعني الفعر كتير كبير كان عنا كان حيكون عنا استثمارات كتير مهمة وبالتالي نحن ايه خسرنا يعني خسرنا واقع هو اليوم إذا اللي حدا عم يسمعنا اليوم بيعرف أنه نحن عم نخسر إيمة مالية ضخمة لا الأسف بس محدا فيهم من 13 سنة على أي سبب رفض دور اقتصادي مهم خط ملف الغاز اللبناني يبدو في معلم الشركات الروسية موجودة وحاضرة وعم تدرس الواقع اللبناني ورح أحكي ما بكون عم قلصر عم تدرس البلوكات اللبنانية بدقة وخاصة بالبلوك واحد واثنان وثلاثة وخمسة يعني حدود شمالا وأكتر طيب وجاهزي لتكون أكتر ببلوكات تانية مثل وباتفاقيات أفضل بس مش هم أربعة جنوب لا فيها تكون بجنوب وباتفاقيات أفضل حلا بس أنا لأقول للناس كمان هون لا شي نعطى حقه البلوك رقم أربعة حصة الدولة فيه كانت 72% البلوك رقم يعني كحد أقصى كان ممكن نوصل لها القضية بس وكحد أدنى عم نحكي بـ 64% البلوك رقم 9 كان عنا 64% كمان كانت يعني نسب نسبة نسبة كمان ما كانت جاية عطبطة بالشركات في شركات كان بيهمة إنه الشركات بدأ النسبة حلا النسب الجديدة قد تكون ليش الموضوع معروسية مهمة لأنه رسنا وقعت اتفاق مع البنان رغم أنه معا بيخلوها تشتغل لا هلأ يعني بيكون الروس دخل إلى لبنان من عنوانين أول شي دخل إلى صواحل المتوسط وركز وضعه كشريك أساسي بصواحل المتوسط اتنين الروس عندهم مشروع للمصافي وبالتالي مشروع المصافي بيجعل من لبنان بلد يعني هلأ بس نعرف نقول شالي المصافي اليوم موجودة فقط في اليونان على صواحل المتوسط وكانت موجودة باللبنان لبنان إذا بيرجع بيخدها بس مصافي يعني يرجع يشتغل بموضوع المصافي الموجودة وبنشر مصافي جديدة لبنان قادر يدخل لحالوبان ثلاثة لخمسة مليار دولار كل سنة يعني نحكي بين دولس وإذا بنى على الزهران وبالتالي وفيه يعمل اتفاقيات مع العراق كمان يكرر باللبنان لأنه بالعراق ما في تكرير وهي مش موجودة على البحر مثل لبنان وبالتالي كمان ممكن يطلع وبتعطينا كل حاجتنا احتياجاتنا الداخلية من النفط بمعنى بنزين ومزود وغاز ومنخفف كلفة نقل ومنخفف كلفة كهرباء هول نحن مش ياخدينه بعين الاعتبار روسيا كمان عندها فكرة يعني خط أنابيب الى أوروبا تقول مش الكل مش ياخدينه بعين الاعتبار لأنه في شغل نشغل يعني مش عن عبس باعتقدة توقع العقد مع روزنفت حتى لو صل لسلتان عم تتأخر عارفت انت شو لبديك مش دفاع عن أي حدا الوزير باسيل كان عنده الجرأ بالملف الروسي ويدخل روسيا حتى مش بس هم بحكي عن طير وطني حرفي أكتر من طرف بمثيوني اللي عمين حكا الأوضح كان لأنه كان من مبدأ أنه منيح يكون فيه توازن بلبنان لأنه مبين لبنان لما يكون بجهة واحدة مش عم يقدر بس كمان هذا التوازن بس كمان هذا التوازن اليوم بلبنان بعض اللبنان ما عم يعرف يستفيد منه للأسف للأسف يعني كان فيه يكون الاستفادي منه أكبر بكتير هلأ ما يكون التوازن المرسوم عمين رسم بين الروس والأمريكيين كون يعني اثنيناتنا يمكن مع تقدين أنه ما رح توصل لحالة الصدام الروس أقرب إلى سوريا هلأ ما بيصير في صدام ما بيصير هلأ ما بعرف هلأ إذا بأوكرانيا بأوروبا بتغير بهذا الموضوع محاولة أنه إيجاد بدائل للغاز باتفاقيات مع قطر وسواحل متوسط تتغطي أوروبا بس هذا حلم يعني هذا غير طبيعي لأنه ما فيها الإمكانات هذه الإمكانات بدأ سنين بعدين ولبنان ما أنه مؤهد في شيء بالعالم كمان عم يتغير فيه واقع جديد عم بيصير أنه بين واقع الدولار وصراع الإيوان الإيوان اليوم بيعتمد على التجارة الدولية وسيطرة على منظم التجارة الدولية وعم يحكي وأهم مصادر أوتو الصناعية هي بتعتمد على الغاز والطاقة البديلة وبالتالي هو محتاج لهذا الموضوع بشكل أنه ياخدنا على مكان فيه بعدين موضوع شيء اسمه ديجة الكارنسي بالعالم وبالتالي العملات الرقمية رح نقريبا حنشوف العملات الورقية معاش موجودة رح نروح للعملات الرقمية وبالتالي هون فيه صراعات كبيرة بتدخل بين العملات الرقمية وبين نظام السوفت هون فيه يعني فيه واقع جديد بالعالم مصادر الطاقة إلى بعض فيه ما ننسى نحن أنه الاتفاق اللي توقع بين روسيا والصين قيمتوا ألف مليار دولار وتحول إلى أجريمنت والاتفاق اللي توقع بين الصين وإيران قيمتوا 540 مليار دولار كان تفاهم تحول إلى واقع للتطبيق هذا مصادر برمودا السياسي هذا القوة اليوم مصادر الغاز فيها كمان كتير مهمة هون الصراعات أصبح الملف اقتصادي سياسي بحد هون أصبح فينا نقول الغاز في لبنان هو الوحيد الغاز السياسي بامتياز هذا الغاز السياسي شو قاله دوره شو إمكاناته شو وضعه شو مستقبله هون النقطة القوية لأنه مصادر فيه أنه بالموقع الموجود في لبنان كمان بشكل مشكلة عند العدو الإسرائيلي لأنه لا يمكن وصول الغاز العدو الإسرائيلي إلى أوروبا خاصة في لبنان وفي سوريا يعني فيه صواحل صعب يمرق منه عم بتكون أنه النقل بده يعتمد على النقل البحري بقى لما لبنان قادر يرتبط بأكتر من خط وهيدي الخطوط بتوصل وكمان صراع الخطوط مستقبليا داخل ضمن هالمنطقة وللأسف هيدا البلد الصغير صار داخل ضمن كل هالصراع ما كانوا منتبهين لهيدي قبل انفجار أربع أربع عن جد كنا من 13 سنة زمتنا من كل هيدا الأمور يا ريت كنت عم تقللي عن فيينا مفاوضات فيينا شو الرابط بين هون ومفاوضات فيينا هلأ نجاح فيينا قد يؤدي إلى بعض الاعتبارات بالتعاطي مع لبنان وتخفيف الحصار عن لبنان وفك الكيود عن الغاز بمعنى أكتر من هك فيينا هلأ عم بيصير فيه تفاوض جزء منه اقتصادي بحث وبيقوي وهو بمرحلته ما قبل الأخيرة مش الأخيرة ما قبل الأخيرة وبهذا الجزء عم بيكون فيه تفاوض عم يتعلق بطريق التعاطي الدول الأوروبية مع إيران لاحقان والدول العربية والانفتاح الاقتصادي والإيم المالية وبيع الغاز والنفط وهيدي العقود كيف رح تصير وفتح فرص جديدة للغاز بدول العالم وشو حيكون مصير هيدا الموضوع خاصة لما نحكي نحن إيران نحن نحكي بدولة بتنتلك 15% من احتياط الغاز بالعالم والمهم بهذا الموضوع أنه بهذا التعاطي إيران بتعتبر أنه علاقتها مع روسيا بالغاز استراتيجي وعلاقة كتير مهمة ومن علاقة تنافسية لو نحكي روسيا بتتمتلك 35% من احتياط الغاز بالعالم والتالي هي الدولة الأكبر صاروا تنيناتهم بشكلوا 50% صح وهني بشكلوا جزء أساسي من واقع جديد بعالم التجارة مرتبط بمصادر الطاقة هلأ اليوم هيدا الأبعاد إذا صار فيه ربط نزاع بموضوع الغاز وما صار فيه هيدا المشكلة الكبيرة بالتالي فيينا عم بتروح على تخفيف القيود بشكل متتالي أول نقطة حتدخل على تخفيف القيود المصرفية تاني نقطة على تخفيف القيود بالتصدير والاستيراد إلى إيران تالت نقطة حتحصل إيران على أموال كانت مجمدة بالولايات المتحدة الأمريكية رابع نقطة صفقة البوينغ خامس نقطة التعاطي المفتوح بالغاز معه وهيدا رح يبلش يشكل واقع جديد لأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتفرغ بصراع جديد مع صين وبالتالي الصراع مع الصين يتطلب إنهاء المشاكل مع إيران وبالتالي صار فيه اتصال الرئيس الأمريكي مع العاهل السعودي ملك السعودي وكان هذا الاتصال بيشبه كتير اتصال صار بال2015 بين باراك أوباما والدول العربية لما كان عم بيقولون أننا لحين لن نوقع اتفاق مع إيران وانتوا هنحميكم ما حتتعرضوا للخطر عم يبلغهم بنفس الشيء جو بايدن بنفس الطريقة وبهامش أنه هني كمان بلش الحكي عن انفتاح مع إيران خاص خليجي بالنسبة وزير الصناعة الإيراني زار الإمارات فيه حكي عن استعداد لبعض الاستثمارات المتبادلة لأنه كمان إيران دوري ضخمة على مستوى الغاز ضخمة جدا وعلى مستوى النفط إذن هذا الموضوع قد ينعكس بربط نزاع بلبنان عم نحوول قد ينعكس مش بالضرورة مش بالضرورة لكن قد ينعكس ويمكن لا علاءة إذا يمكن لا بيصير فيه إله طريقة تانية يمكن لا بسيء للنسبة الأقل دكتور يعني إن شاء الله بس إذن عكس بهذا الموضوع ممكن تتخفف القيود عن الغاز والحصار على لبنان عزيم وين بنفسوها أول شيء بيصير التعاطي بموضوع ترسيم الحدود مختلفة لهذا السبعب عم يتسرع الموضوع إنه ما اللبنانية مضوغ غير هيك عم بيجربوا شو بيقولوا ياخدوا الورقة قبل بوقت إذا نحنا مننطر ما بعرف إذا قصة أسابيع فيينا أو شهور ما بعرف إذا رايحة بعد أشهر فيينا ما بقتنطر أشهر ما بتحمل أشهر لسبب إنه فيه انتخابات نصفية بالكونغرس وبدون يحاولوا يخلصوا هيدا الموضوع قبل لأنه هيدا بتساعد على الفريق الديمقراطي يقدر يربح الجزء الأكبر صحيح وبالتالي نحنا عم نحكي عن مهلة من هلأ يمكن ماكسيموم لمنتصف الشهر لا نكون بركي آخر أدار آخر أدار أوكي على أمل يعني لأنه بس تشوف هيك خريطة الموعيد يعني منحكي نحنا وزير الطاقة عنا بيقول من هلأ لآخر أدار قصة الكهرباء بالتالي فوقتنا بالموضوع الكهرباء استجرار الطاقة من مصر استجرار الغاز من مصر والطاقة من الكهرباء من مصر إشارة سلبية بهذا الموضوع وتبينت أنه لا يمكن دفع إلى سوريا بالدولار إذا مرت الطاقة بأراضيها صحيح فيه قانون بالعالم بيقول بنظم مصادر نقل مصادر الطاقة بالعالم أنه بيحقل لأي دولة بتمرق مصادر طاقة بأراضيها تستفيد من 8% منها إما كاش يعني إما عملة مالية أو تستفيد من هذا الغاز طيب هني يعني لما بيقولوا إنه بدنا نمرق هيدا الخط بس ما بدنا نعطيهم شيء ما شو عم بيقولولهم يعني؟ فيهم السوريين يقولون إحنا ما بدنا نمرق هيدا الخط مية بالمية شو عم بيقلنا يعني؟ إنه أنتوا معتكم حل إلا مين؟ العدول الإسرائيلي رحوا رسم حدود وكانت أساساً واضحة يعني هيدا هيدا بيكون جاي يحللنا موضوع لغاء الكهرباء ولا جاي يعقدنا موضوع الكهرباء؟ اللي بيقول إنه يعني عم يخلق مشكلة هذا لا هذا جاي عبد المقابلات هلأ ما بعرف المقابلات صراحة إذا مسجلي قبل أو بعد لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين بس إنه موقف موقف يعني لن يختلف عمليا إنه قبل ما يلتقى بالمسؤولين اللبنانيين ما بتوصلوا الرسالة بالعلامة يعني وصلتكم يعرفوا أنا شو قالت أنا جاي أحكيكم هاي؟ لأ عم بيقول عملياً يلي ما حداً يمكن بده بده أحكيه وعم بيقول على العنا لأن قصد يوصل هيدا الرسالة هلأ يبقى بهيدا الموضوع مفاجأة صغيرة عم تترك لي مفاجأت نا تترك لي مفاجأت إنه رئيس الجمهوري يمتلك ورقة جداً قوية بدك تقل لي إيها وما رح تقوله؟ صحب المرسوم ستة أربعة ثلاثة ثلاثة بتوقيت ما حدا بتوقف كنا عم نحكي عن الخرطوشة يلي؟ لا صحب المرسوم صح هلا كان هو بعد رسالة بعد في عنده نقطة تانية صحب المرسوم من دون ما تروح على التعديل عم إلا كثير إذا صحبنا المرسوم بتصير الموضوع خلاص إنه لبنان فيه تشك مش كنت نخلطي شك تستعمله بنفس بالقواص بنفس المطرح مش هيك؟ مش ضروري هلا فيه بعض يعني فيه بلان سي وبلان دي كمال لأنه حتى ما حدا يعتبر إنه خلص هيدا الموضوع لازم ينتهي لا متى بس واضح إنه نحنا أمام أسابيع فيها عن جد تانشن قوية لأنه هي المفت إنه ما حدا عم يحكي عم يعطيه هالبعض بالموضوع وكأنه شي هيك عابر يا جماعة فيه مئات مليارات الدولارات بدل ما نروح نتدين هيدا الإنقاذ الاستراتيجي عملية حدا بيقلك إنه ما بده خمس سنين يا عمي مش مختلفين بس ما هلا بان من هول لخمس سنين فيه تحضير فيه بونة تحتيف فيه شركات فيه أوليين فيه سأة بخمس سنين قدي حجم الاستثمارات بيبلغ إذا بدنا نحكي عن جد قبل ما نفوت بقصة تنقيب يعني إحنا بخمس سنين حجم استثمارات قدي بيتوقعوا لبنان يعني بس إذا كان بمجال الحفار واستثمار بموضوع النقل واستثمار بموضوع الشركات البدا تيجي لتحضر حالة بهذه التفاصيل فينا نتخطى 3-4 مليار دولار يعني عمليا هيدا اللي نحنا عم نطمح نحصل عليه ما كل مليار دولار قديش بيعمل أي فرصة ونمو وتفاصيل مختلفة وقديش بيحللنا موضوع بحد الأدنى بيحللنا موضوع الكهرباء على الغاز بأنه بساعتها فينا ناخد بقوة وفينا نعمل اتفاقيات استراتيجية مع دول بتشبهنا مثل العراق ومثل الجزائر وفينا بمليار دولار نبني معامل ونخلص قصة هالمعامل وما بقى نعوز حدا مليار دولار موجودين بس ما بعرف ليش ما عم بيحركون نكد 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 موجودين بحقوق الصحف الخاصة موجودة اليوم يمتها مليار ومية وخمسة وثلاثين مليون دولار مش مذكورة بالموازنة وهيها موجودة اليوم بمصر في لبنان لهن هول احساب لوزارة المال بعدو موجود بالحد الأدنى الحد الأدنى طبعا بالحد الأدنى هيك بيقولوا هلا ما بعرف بس دي جناية بك شوف بس بالحد الأدنى بديت تقدر الدولة تقول بدل ما تقول موازنة ما فيها استثمارات واستثمار ما بيتخطط 2.5 مية فبتنجي بتقول من أصل يعني شو هيدا الاستثمار الصفر تقريبا تجي بتقول أنه أنا عندي هدف واحد ووحيد هو فقط التوجه إلى الكهرباء بس هيدا مشروع بيعتساء بالاقتصاد بيغير كل الواقع اللي نحن عايشينه بدل الحكومة هيك لازم تصرف الحكومة أخذت اتجاهات مختلفة خليني بدأ يفوت بما تبقى لألنا بالوقت يعني على موضوع الموازن لأنه عن جد استفادنا كتير بموضوع الترسيم بيحمل على بعد في شي كنا بنقوله بس لمرأة تانية لمرأة تانية بالتفاوض لأنه في شي بيرتبط بي كمان أنه بدنا ننتبه حتى ما نوقع ونخسر وقت هاية إدارة البترول ما خالص عادة ما بيصير أنه هيدا الهيئة إلى 3 سنين عم تشتغل يعني خلص خلصت المدة هاية بالتالي كمان حتى ما نفوت ببكرة بمشكلة ونقعد لنا شي سنة لنعيين هيئة ولنخلص من تعيين الهيئة وهي التفاصيل الوقت عم يسبقنا يعني في كتير شغلات نحن مش مهتمين لأنه لا تصير القصة ما نبلش نفكر فيها بس بالوقت المستقطع لازم نحضر تأذى صارت نكون جزء يعني يمكن فيه ناس بتستاهل تتجدد فيه ناس لا فيه ناس فيه يمكن الطريقة التعاطي بتكون مختلفة وفيه نقطة كمان مهمة بهذا الموضوع أنه فكرة الشركة الوطنية عم بتروح بمكان أنه بكرة بتصير مطرح للتوظيف لا مش بالضرورة هيدا ممكن يصير أصول وأسس للبنان نستفيد مما متل ما كتير من الدول اللي أخدت لبناني أنشأوا شركات على مستوى وطني كتير عالي بدول قريبة لألنا بالخليج وبدول بآسيا وبدول حتى موجودة بإيران وبروسيا وبالتالي هولي قلنا حق نحن نقصصها بلبنان وهيدا جزء كتير مهم من الطعات الجديد ملكية للدولة وإدارة بالشراكة الخاصة بتاعته نتيجي ولو تكون بالبداية شركة مراقبة خليها تكون بالقليلة هي منطلة للتوظيف الشركة نصير نقول لا ما هيدا بكرة بتصير مثل شركة كهرباء لبنان إذا كانت شركة كهرباء لبنان كانت نموذج فشل ينبطل نعمل شيء ما فينا نستفيد من هذا النموذج ما فينا نستفيد من هذا النموذج وفيه إمكانية لقاله والكوادر موجودة عند كل الفئات وكل الطواقف ما حدا يقول إنه ما فيه كوادر منعملها ستة وستة مكرر مش بسط هيك فيه كوادر مهمة وهيدا البلد بيحمل فيه طقات عم تروح لبره إنه ما تروح لبره وعم يستفيدوا مننا بره أنا مش كتير بحبزها أنا واحد من الأشخاص اللي بقول إنه نحنا منحتاج إنه عن جد نروح على واقع جديد هو الواقع اللي بيقول إنه لبنان يصير فيه انتخابات على أساس خارج القيد الطائفي ولبنان كله دائرة واحدة على أساس النسبية وينعمل مشروع اقتصادي اليوم بحاجة نحنا لمشاريع الاقتصادية هلأ الواقع بديت نحكي موازنة شوي بديت نحكي موازنة حكما لأنه فيه شي كتير ليفت يعني ما بعرف أقرت يوم الموازنة أقرت بمجلس الوزراء الحكي بمجلس النيابي ما يتفاجأوا كتير اللبناني إنه بالمجلس النيابي الشعبوية رح تضرب للمكسيموم وما بعرف قداش الأحزاب تتحمل إنه هيدا الموازنة تقارب بمجلس نواب قبل الانتخابات؟ رح أعطي بس مسألة صغيرة بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة بالـ 2021 بحكومة الرئيس حسان ديب للأسف يعني بيتوجه لكتير من الانتقاد بس هيد الحكومة بجزء منها كانت عم تشتغل شغل انطلاقا من خطة التعافي اللي تم انتقاده اللي لو اطبقت كانت دولار خمسة لاف ما كنا وصلنا للمراحل هلأ أني بيحكوا بأمور مختلفة ليلة من خطة التعافي كان حيدفع تمانا المصاري في شكل أساسي مثل اليوم هني مش راضين يتحملوا عشر بالمية يعني شوفي قداش يعني إذا بدنا نقول الوقاحة واسطي بس خليني أنا أقول بموضوع الخطة مثلا بالضرائب الغير مباشرة بالالفان وواحد وعشرين كان فيه صار فيه ايه ضمن الموازنة صار فيه تصحيح بدأ بتصحيح خلال كبير بالواقع الضريبي أنه كانت الضريبة المباشرة هي الضريبة المباشرة هي الضريبة على الشركات على صحاب رؤوس الأموال أنه كانت عم بتشكل خمسة وعربين خمسة وخمسين بالمية وصلت شكل والضريبة الغير مباشرة اللي هي ضريبة التافئة والضريبة على الإسنلاك خمسة وعربين بالمية اليوم صار العكس صارت خمسة وسبعين بالمية رجعنا متما كنا قبل وخمسة وعشرين بالمية على الضرائب المباشرة هيدا ما بيعتبر أنه نحنا عم نفتح عم أنه بواب الاستثمارات لا المستثمر مش هيجي صحيح طالما أنه أموالهم بالبنوكي انحجزت والجزء الأكبر من الأموال خرجت من لبنان وهذا لعمل الخلل الكبير نحنا بالواقع الموجودين فيه الموازنة ما فيها رؤية اقتصادية ما فيها رؤية إصلاحية ما فيه مثلا دعم للإنتاج يعني حعطي أنا فكرة بس رأم مثلا بوزاعة الصناعة 13 مليار ليرة موازنتها بمقابل أنه النفقات 49 ألف مليار بالموازنة شو هم نقول يعني كيف عم بدروح لأقتصاد إنتاجي بهذاك وزاعة الزراعة 120 مليار ليرة أرحيز يدولوا إيها شوي يعني كيف عم بروح أنا بهذاك أرقام لما بيقول فيه عجز 10 ألف مليار ليرة وبدنا ندفع فوائد 7 ألف مليار ليرة الدولي راح أعطي بعض الأرقام الفوائد مش نحنا مفروض نكون وقفنا عن ندفع هالفوائد مع وقف اليوروبوند مثلا لا هاي دي مختلفة هاي فوائد عدين الداخل بس أنه كمان هاي دي خلصة فهاي النقطة ما هيدا كان بيخلي العجز عنا ينزل ما يكون 10 ألف مليار هاي أول نقطة لأنه العجز الكبير بده يؤدي إلى دفع بشكل كتير كبير أنه طبع ليرة أو استداني نحن معنا استداني فمنضطر نطبع ليرة ما بيكفي نحن عنا 52 ألف مليار ليرة بالطبع شو يعني الطبع؟ الطبع بيؤدي إلى التضخم وارتفاع سعر صار في الدولار هلأ نقطة كمان الأسوأ اللي صارت أنه بموضوع الاحتكار أنون الاحتكار طيب شو يعني أنون الاحتكار؟ بس هيك بلمفة صغيرة أنون الاحتكار هو ضريبة مفروضة على الكلفة العامة بالبلد يمتها أكتر من 30% حسب دراسات البنك الدولي والتالي أنا إذا بخلص من موضوع الاحتكار يكون خفافة كلفة على البلد 30% وعلى المواطنين وعلى طبع ليرة وعلى الدخل الفرد طب أنون الاحتكار هو جزء أساسي من الإصلاح طب شفنا شو صار في المجلس النية هاي نقطة نقطة تانية هاي نحمل محتكرين اي أكيد حماية بلد قائم على حماية الاحتكار لأنه الاحتكار هو إذا بدك العنصر الأساسي اللي قائم عليه المنظومة منظومة الدولة العميقة الفاسدية بلبنان ونقطة تانية مثلا منشوف يعني أنا بدي أحكي بس ببعض الأرقام ناتج المحل اليوم بلبنان 18 مليار بس عنا احتياطي تقريبا 30 مليار دولار بين الدهب والعملات طب مصر في لبنان اتدخل مع الأساس ما فينا نتدخل من وين اتدخل؟ طلع عنده احتياطات أخرى هاي كيف منعرفها نحنا؟ قد يعرفها التديق الجنائي هوني أهمية التديق الجنائي ما هو ما فيها الاحتياطي الواحد مصر في لبنان من وين خلقاني هاي دي الأرقام إجي هاي أرقام دخلت نحنا كل شهر بحاجة ل 65 مليون دولار وطالما فيه دعم رح يضل الدولار بهذا الرقم بس هذا دعم مش قائم على خطة اقتصادية واصلاحية بملف الكهرباء خلينا نوفر 3.5 مليار دولار لا هيدا قائم على أنه عم بدعم أنا دولار طب أنا بدي أعطيه رقم نحنا دايننا الخارجي فعليا صار 2 مليار إذا الخارج الداخل لا لا الخارج إذا ما حكينا بموضوع اليورو باوند أوكي باليورو باوند 35 مليار إذا بيتحكي على قيمتهم السوقية نزلت نخفطت صارت 12 مليار يعني نحن تطع 14 مليار 22 هون بدوا ينشاف تديق الجنائي بدوا يكشف كيف كيف نصرفه هذا الرقم نحنا بهذه الحالة هعطي أنا مقارنة مع الأردن الأردن ناتجة المحلة 44 مليار وإحتياطاتها 7 مليار وعلى يدين 20 مليار عندها صبات بالعملة وعندها إنتاج كهرباء وعن بتبيع كهرباء لبيئة البلدان وبيقولنا بالأرقام أنه لبنان صرف كثير على الكهرباء بس كمان صرف كثير على الفوائد مثل ما دفع على الكهرباء بس كان عم يدفع على الكهرباء للناس عم يدفع حق الفيول اللي بعتقد الفيول في كثير من الأقصام الموجودة بالحكومة اللي هني جزء من الكرتلات الاحتكار اللي كانت عم بتجيب الفيول وتحكم بيعوا للداخل اللبناني فأصلا الموضوع لما ما نقول 38 مليار بموضوع الفيول بالكهرباء بس في 93 مليار فوائد ما تقارن لي هاي بهاي لأنه هون الرقم أكبر بكتير فوائد ما يستفيدوا مننا الناس صح بتقلي 38 مليار كنت ضوات العالم العربي كله صح 100% والكهرباء كانت كارسة حائية باللبنان وهي دي بعد ما حكينا وهي دي بعد ما حكينا من وين تموّد واليوم بعض الخطأ مستمر بس 93 مليار دولار كانوا عمروا العالم العربي جديد كله يعني كمان بالأرقام فهيدي هذا الواقع نحنا ما في خطط وبس واحد يقول لك شو يعني خطة لا ما هي الخطة هي الخطة هي إمقاز لما نقلنا الطالب أن يكون في وزارة تخطيط بالبلد قامت لقيم شووزات عم تحكوا عايام ما بعرف مين بالسبعينات لا واحد إذا خطط للبلد بكون عم يحكي سبعينات نحنا شو هي أبعاد الاحتكار في لبنان في شركة بي سياحية اللي هي شركة الطيران محتكرة السياحة وفي حدا محتكرة دواء وحدا محتكرة المواد الغذائية وغيرهم محتكرين وبالتالي اليوم جينا نحنا عملنا لدولار الجمركي إجعل طبطات للمحتكرين بكرة ما ننشوف ومنذكر بعض بالدولار الجمركي بتغلى الأسعار أو ما بتغلى طبعا أنت عامل دولار جمركي مش عامل قباله بس قصة ضريبة تصعودية لتحد من أرباح الشركات وتقول لهم توقفوا اليوم مثلا وزير الاقتصاد عامل طريقة جديدة لأنه ما عنده عدد مراقبين ممتاز أنه عطوني الأسعار بس هاي ما بتكفي هذا هاي خطوة بس هاي الخطوة ما بتكفي لأنه إذا ما قلت له للتاجر فيه فوق منك شي بخوفك ما رح يعمل حسنا وأنا بخاف بهيدا الموضوع ما نكون عم نشرع التهريب أكتر على الداخل لبنان وهيدا الأسوأ بعد بس نلفت لشغلة قصة الفوائد على الدينة الداخلة 7600 مليار ليرة منها 1200 مليار منها ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية 6400 مليار فوائد للمصارف تلتهم للمصارف وتلتينهم لمصرف لبنان وهو ديالي طلب الرئيس عوني اليوم بمستهل الجلسة أنه يوقف دفع لحد ما يروح تلتين بدل سلفة كهرباء وتلت للمساعدات الاجتماعية لمصرفي القطاع والي بيخففوا نص بيخففوا نص العجز لأنه كمان المالناس هلكت وبموضوع الكهرباء للأسف يعني بعض موضوع التعاطي السابق هو المستجد يعني نحن عم نجي نقول لأ حنجيب سلفة كهرباء طيب بس هندفعكم الكهرباء على الغالي ومش عم نجيب لكم إياها بالوقت هلأ اليوم نشيل من موضوع إذا ما بدوا نياخدوا الخيارات الأخرى والبديلة شي مرة بنعمل حلقة معكم بنشرح والتفاصيل الخيارات اللي اشترك الكهرباء واللي ممكن تجي واللي بعدها موجودة من روسيا بس لأنه هلأ عم ترجع على الشرق نحكي فيها اي اي لا الشرق فيه الشرق مهم جدا الشرق الشرق بينقذ الاقتصاد اللبناني والشرق بيفتح مجالات كتير مهمة والشرق بيعطينا دور جديد لأنه الغرب خلص اعتبر أنه مقلنا دور يعني الغرب هلأ عم يعتبر معنا أنه نحن عنكم اقتصادش حاضي للأسف الباحث بالشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين شكنا لك على هذه الحلقة وعلى أمل بوقت قريب جدا نرجع منحكي بكل الأمور التفصيلية إن شاء الله بيكون قريب برك يكون في لا أكيد رح يكون قريب برك يكون في مستجدات كمان شكنا لقلك النبط بيروت بيرجع بيلاقيكم بكرة بنفس الموعد ولكن معضو يفزو ملاجداد إلى لكم